لو عايز تكتشف سرطان القولون أو الكولوريكتال كانسر بدري في بداية حدوث الكانسر فيه تحليل جديد اسمه M2PK تحليل بسيط بنعمله على عينة الستول ومن مميازاته اكتشاف الكولوريكتال كانسر وكمان الانتستاينال بوليبس وهي عبارة عن زواية في الانتستين واللي بتؤدي إلى حدوث الكانسر وتحليل الامي تو بي كي بيوصل مدى كافاته في تشخيص الكولوريكتال كانسر حوالي 81% الامي تو بي كي عبارة عن اختصار امي تو بايروفيد كاينيز ومن كلمة كاينيز بنعرف ان ده عبارة عن انزاين السامبل او العينة اللي بستخدمها هي عبارة عن عينة الستول او الفيسيز وما فيش اي دايت بريكوشن نيديد بمعنى ان ما فيش باستينج او صيام قبل تجميع العينة وكمان ما فيش احتياطات خاصة بالنسبة لنوع الاكل قبل اجراء التحليل الريفرانس فاليو تبقى نيجاتيب بمعنى ان هو طبيعي المفروض ان هو مش موجود لان هو طبعا عبارة عن تيومر ماركر فالمفروض طبيعي بيبقى نيجاتيب او مش موجود لو زاد الامي تو بي كي ودانا بوزوتف ريزلت ده بيدين انديكيشن على الكولون كانسر والريكتوم كانسر اللي احنا بنسميه الكولوريكتال كانسر كمان بيدين انديكيشن على البوليبس او كولون اند ريكتوم البوليبس هي عبارة عن زوائد بتبقى موجودة داخل الكولون او الريكتوم واحيانا بتبقى بليدين يعني بتتسبب في البليدين او بتبقى نان بليدين ما بيزهرش معها اي بليدين بتؤدي الى ظهور الكولوريكتال كانسر كمان البوزوتف ريزلت بتظهر في حالات الاكيوت اند كرونيك انفلاماتري باول ديزيزيز الامراض اللي بيكون فيها التهاب حاد او مزمن داخل الجهاز الهضب كان امي تو بي كي بي ميجورد انز بلود بمعنى هل يمكن اياس الامي تو بي كي في عينة البلود واللي هو عبارة عن مؤشر ليمتد لي عينة الاستور فقط الجابة هنا اياس ات كان بي ميجورد ان ادتا بلاسما نقدر نقيسه في البلاسما بالاضافة لياسه في عينة الاستور وفي حالة اما بنقيسه في البلاسما بيعمل ديتكشن لمجموعة كبيرة من الكانسر بالاضافة للكولوريكتال كانسر زي رينال سيل كارسينومة الجاستريك كانسر اللوسفجيل كارسينومة لانج كانسر بريست كانسر وكمان البانكرياتيك كانسر فيعتبر برود سبيكترام تيومر ماركر انه بيزيد في مجموعة كبيرة من الكانسر ليه بيزيد الامي تو بي كي في حالات الكولوريكتال كانسر او الكانسر الاخرى البيروفيت كينيز عبارة عن انزيم موجود انترا سيلولر وبيبقى انفولفد في الجلايكوليسيز بروسيس وهو بيبقى مسؤول عن الفاينال ستيج في الجلايكوليسيز من خلالها بيقدر يحاول الجلوكوز للبيروفيك اسيد بالاضافة للانرجي اللي بتظهر في سورة اي تي بي وبالتالي البيروفيت كينيز هو انزيم مهم جدا داخل الخلية لانه بيشارك فيه عملية الميتابوليزم وانتاج الانرجي في سورة اي تي بي في حالات التيومر التيومر سيل بتعمل اوفر اكسبريشن لايزو انزيم بنسميه الامي تو بيروفيت كينيز تعبارة عن داي ميريك فور بمعنى انه هو بتكون من وحدتين فقط ولكن الايزو انزيم الاخرى بتتكون من تيترامير او من اربع وحدات فتركيب الامي تو بي كي الموجود في التيومر سيلز عبارة عن ايزو انزيم تركيبه مختلف عشان كده احنا بنسميه تيومر اي مي تو بي كي فور والامي تو بيروفيت كينيز بلي انمبورتان رول ان تيومر ميتابوليزم لانه بيعمل ريجوليشن لعملية الجروس لتيومر سيلز وكمان البرودكشن لانرجي عشان عملية البرولوفريشن اللي بتحتاجها الكانسر سيل وبالتالي اياس الامي تو بي كي بيديني انديكيشن على عملية الميتابوليزم انسايد الكانسر سيل فعشان كده احنا بنعتبره عبارة عن metabolic marker of cancer cell الـ M2PK fecal test بنستخدمه ك screening test for colorectal cancer بمعنى ان احنا بنستخدمه عشان نكتشف هل الـ colorectal cancer موجود ولا لا في اشخاص عليهم بعض السمتم ومن خلال اياس الـ oncogenic isoform من الـ M2PK enzyme ده بيدينا indication على الـ colorectal cancer لانه بتكون فيه الـ cancer cells بكميات كبيرة جدا وبعد كده بيحصل له release من الـ colorectal cancer في الـ intestine وعشان كده بيظهر فيه عينة الـ stool وكمية الـ M2PK enzyme الموجودة في الـ stool بنقدر نعمل لها quantification عن طريق الـ ELISA test وبالتالي بنقدر نكتشف في وجود الـ colorectal cancer والـ ELISA test اللي بنستخدمها في الـ quantification of M2PK enzyme بنقدر نستخدمها as quantitative test أو بنستخدمها في صورة rapid test اللي هو الاختبار السريع بنقدر نستخدمه على الكارد وبالتالي بيبقى سهل جدا ان اي حد يقدر يعمل الاختبار لانه ما بيحتاجش لـ ELISA reader الـ rapid test بتدينا indication هل هو positive أو negative وبالتالي بتقدر تدينا screening سريع على الـ colorectal cancer الـ advantages of M2PK stool test بيتميز الـ M2PK stool test بانه هو has high sensitivity and high specificism انه بتوصل لحد 85% كمان not dependent in occult blood لان الاختبار المستخدم داخل المعمل عشان نكتشف الـ colorectal cancer بنستخدم الـ fecal occult blood والاختبار ده بيقدر يكتشف الـ colorectal cancer لانه بيعمل hemorrhage ولكن disadvantage بتاعته انه هو بيعتمد على وجود البلد او الـ hemorrhage ولكن الـ M2PK ما بيعتمدش على الـ occult blood او وجود البلد في الـ stool ولكن بيعتمد على وجود الـ enzyme واللي بيقدر يعمله quantification عن طريق الـ ELISA test عشان كده بيقدر يعمل detection للـ bleeding او non bleeding او الـ tumor او البوليبس لانه هو مش مرتبط بوجود البلد عشان كده بيقدر يكتشف اي انواع من البوليبس او الـ tumor سواء مصحوبة بـ hemorrhage او مش مصحوبة بـ hemorrhage كمان من الـ advantages انه هو no special diet requirement زي ما احنا قلنا ما بيحتاجش سيوم وكمان ما بيحتاجش اي نوع معين من الاكل قبل التحجيل كمان no false result from hemorrhage or other source of blood in the bowel بمعنى انه هو طالما ما بيعتمدش على وجود البلد فبالتالي اي بلد موجود في الـ digestive system نتيجة لاي سبب ما بيأثارش على الـ result بتاعته كمان من الـ advantages of M2PK stool test انه هو بيحتاج كمية صغيرة جدا من الـ stool بتبقى sufficient لاجراء التحليق الـ colorectored cancer is one of the most common malignancy بيبقى نوع من انواع cancer المنتشرة وبالتالي it is recommended that everyone over age of 50 be screened for colon cancer بمعنى ان اي شخص فيه سن الخمسين المفروض بنعمله screening او مسح عشان نكتشف وجود colorectal cancer بدري بشكل كبير جدا ونتيجة لسهولة اختبار الـ M2PK لانه بيتعامل على عيانة الـ stool فبالتالي المفروض ان احنا بنعمل screening annual بعد سن الخمسين عشان نقدر نكتشف cancer بدري الاختبارات الاخرى اللي بنستخدمها عشان نأكد وجود colorectal cancer مفروض ان احنا بنستخدم اختبارات اخرى او further diagnostic test to confirm the diagnosis عشان نأكد وجود colorectal cancer زي طبعا الـ colonoscopy هو منذار الـ colon وده يعتبر الـ gold standard بمعنى ان هو اللي بيأكد وجود الـ cancer داخل الـ intestine كمان بنستخدم الـ CAA وده عبر عن tumor marker بنقيسه فيه بيدينا على وجود colorectal cancer وبالتالي احنا ما بنعتمدش على اختبار واحد في تشخيص colorectal cancer ولكن الـ M2BK بيدينا قميزة ان انت بتقدر تعمل مسح على وجود colorectal cancer باختبار بسيط وسريع وما بيحتاجش اي تدخل للمريض المريض بيقدر يبعت العينها للمعمل وبالتالي بنقدر بنعمل عليها screening لوجود colorectal cancer انما بعد كده لازم بنأكد بالمنذار اللي هو colonoscopy وكمان بنعمل other tumor marker الخاصة به colon زي الـ CEA موسيقى 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 موسيقى